السلام عليكم ورحمة الله ومركاته اذر писاكم في الحص appreciاني الان شاء الله النهارده عندنا حص الترجم عارف ان الحص الترجمه ما نزلتش مبارح بس نزلنا مبارح بقى مكانها حصه بداعت البارجراف او بداعت العيسي او بداع LED نزلنا زي هتكتب التلاته بس عملناها في مختصر اسمه 레�تر kilometres سؤال المقال تمام ما شفتش الحلقة دي فانا هسيبلك البليلس تقدر شوف كل الحلقات اللي فاتي داك من الاول يونت 5 لحد يونت 2 وان شاء الله مكمل معاكم لي يونت 6 بإذن الله قريب جدا هينزل الجرامر بتاع يونت 6 بيتكلم عن حلات F اللي عايز يعرفه عن ايه يلا بينا بدوما نضيع وقت عند النهاردة 8 ترجمات بتوع يونت 5 كل يونت بيبقى عليها ترجمة نزلنا الحلقة بتاعت يونت 3 اللي حاب برضو يرجعها ما هتلاقوه في البليلست عافين الترانزليشن ملهاش سن معين او ملهاش ايه 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 معين تمام فأي حد اي حد في سنوي يقدر يشوف الحلقة دي بره سنوي يقدر يشوف الحلقة تمام يلا بينا كده على ترانزليشن انتو اربيك هيفتح صفحة 272 222 يلا بينا كده على نومبر 1 بيقولك نومبر 1 وين يو ميك فرينز ان سوشال ميديا سايت اه المعليش ان سوشال نيتووركينج سايت you only find out what these friends want you to know about them their reality might be completely different from the way they show themselves online يعني ايه معنى الكلام ده تعالى كده نترجم براحة خالص وين يو ميك فرينز ان سوشال ميديا نيتووركينج سايت لما انت بتعمل ايه اصدقاء او عند تكوين صدقات على الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي you only find out what these friends want you to know about them يمكنك فقط معرفة ما يريد هؤلاء الاصدقاء ان تعرف عنهم their reality might be completely different هما في الحقيقة او في الواقع ربما يكونوا مختلفين تماما completely different from the way they show themselves online عن الطريقة اللي هما بيزهروا بيها او بيزهروا بيها انفسهم على الانترنت يعني معنى الكلام المختصر انك لما بتيجي تكلم حد على الانترنت بيعد يبعط لك اموشنز وكلام ما بيبنش ان هو دل على الحقيقة او بمعنى صحيح ما تكون بيتكلم حد على الانترنت بتحس ان هو طيب او تحس ان هو عطوف وتحس ان هو شخصيته احسن من الحقيقة بس انت بقى عايز تفهم 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 معنى الترانزليشن وتكتبها مش هترجمني ترجمة حرفية زي ما بيقولك كده يلا بينا كده نشوف ترجمناها ازاي عند تكوين صدقات عند تكوين صدقات على الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك فقط معرفة ما يريد هؤلاء الاصدقاء ان تعرف عنه وهم في الحقيقة او في الواقع ربما يكونوا مختلفين تماما عن الطريقة التي يعبروا بها عن انفسهم اي بقى الكلمات اللي صعبة هنا مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي يعني في الحقيقة ربما مختلفين تماما شو زمسال فس يعرضوا نفسهم عن الانترنت نمبر 2 getting into contact with other people لو حد عنده اي جملة ترجمة موجودة هنا جاء من كتاب جيم هتسبها لي في الكمنز وعمل لك فيها حلقية معل لان ما اجابلك علي في الكمنز وانما سنزلها في حلقة لان في حلقية ان شاء الله هكون من اختياركم يعني اسئلتكم هتنزل في حلقة is no longer difficult using social media networking sites you number 2 getting into contact with other people is no longer difficult using social networking sites you can communicate with friends and other people whatever wherever معنش wherever they are and whenever you want to ايه معنى الكلام ده getting into contact with other people يعني لم يعد التواصل مع الناس getting into contact with other people is no longer هنجب بقى no longer دي نحطه في الاول طب لو حطه في الاخر هتختلف لا is no longer difficult يعني لم يعد التواصل مع الاخرين امرا ايه امرا صعبا او التواصل مع الاخرين لم يعد ايه امرا صعبا تمام using social networking sites يعني استخدام وسائل شبكات التواصل اجتماعي you can communicate with friends تقدر ان تتواصل مع اصدقائك and other people والناس الاخرين او الاخرين بس whatever يعني في اي مكان they are whenever في اي وقت انت عايزوا تتقال بقى ازاي دي لو عايزين نقولها صحيحة ممكن نقول اينما كانوا وقت ما تشاء اينما كانوا وقت ما تشاء اينما كانوا وقت ما تشاء حفظنا كده على بعضه number 3 chatting to other people on social media and social networking sites sometimes helps give young people confidence يعني بيدهم السقة the bad thing is that online friends can make up personalities for themselves to make themselves seem better than they really are انا عارف ان في ناس فهمت اصلا معنى الكلام اللي احنا بنقول بيقولك هنا chatting to other people on social media network and social in social networking sites يعني التواصل مع الناس الاخرين على المناقشة المناقشة او الدردشة مع اصخاص اخرين على مواقع التواصل الاجتماعي تساعدنا احيانا helps give young people دي في confidence يعني بتساعد احيانا على اعطاء الشباب الصغيرين الثقة او الشباب الثقة تمام the bad thing الشيء الوحش او الامر السيء is that online friends can make up personalities ان الاصدقاء عبر الانترنت ممكن نقول هنا can make up يعني يختلقونا او يبتكرونا او يصنعونا اي حاجة تدي نفس المعنى ده اليها create تمام personalities for themselves to make themselves seem better than they already are انا فهمت من معنى الكلام ده ان هما بيختلقوا شخصيات يخلوا نفسهم احسن مما هما عليه في الواقع تمام تمام تالي ازاي دي لجعل انفسهم افضل مما هما عليه في الواقع تمام هم بصق هم okay تمام انا نحن الدردشة مع اشخاص اخرين على موقع التواصل الاجتماعى تساعد أحيانا الشباب على إعطاءهم الثقة الأمر السيء هو أن أصدقاء أورا الإنترنت يختلقوا شخصياتا لأنفسهم لجعلهم أفضل ومما هما عليه في الواقع number four be careful خليك حريص about putting your personal details online إحنا قلنا من الترجمش إحنا قلنا من نكرأ الأول be careful about putting your personal details online because they might be seen by anyone some evil people or website may use this detail to harm you or even to shit other people يلا بينا نترجم بها be careful about putting your personal details إحنا قلنا من التفاصيل الشخصية online على الإنترنت because they might be seen by anyone لأن ربما تشاهد بوسطة أي حد some evil people كن حزرا بخصوص وضع بياناتك الشخصية على الإنترنت لأنه قد يراها أي شخص وقد يستخدمها بعض الأشخاص الأشرار أو مواقع الويب هذه هي البيانات أو التفاصيل لإلحاق الأذى بك أو حتى خداع الآخرين تمام كده حلنا الأربعة بتوع translate into Arabic يلا بينا على translate into English تمام حدش يقول إحنا بنصرع حاول أنك تعيد المقطع تاني لو ما لاحقيتهاش number one translate into English يمكن أن تكون وسائل الدردش على الإنترنت زي تفائدة عظيمة إذا ما تم استخدامها دي معناها F-IT تمام استخدامها لتبادل معلومات المفيدة ومساعدة الآخرين على النجاح في حياتهم أو حتى مشاركة الآخرين في مشاعرهم يلا بينا كده نترجم ترجمة للنص بيقول لك يمكن أن تكون وسائل الدردشة على الإنترنت زي تفائدة عظيمة تقال إزاي هنقول أول حاجة الفعال بتاعتنا وسائل الدردشة الدردشة على الإنترنت chatting online تمام أو internet chatting تمام أي حاجة تديك المعنى الصحيح وما تغلطش فيه الإنجليزية وإنت بتكتب يبقى هنقول internet chatting maybe أو can be ذاتة فائدة عظيمة with a great benefit أو with a great أي كلمة تانية تعني فائدة إذا ما تم إذا ما تم حفاظها لبعضها if it is used استخدمها يعني use اللي تبادم معلومات to exchange information exchange information أو معلش to exchange in useful information ومساعدة الآخرين على النجاح في حياتهم and help others to succeed in their lives أو حتى or even مشاركة الآخرين على مشاعرهم share others about their feelings تمام تعالوا كده بقى نشوف الكلمات نشوفها نكتبها كما تعالوا كده بقى internet chatting أو chatting in internet أو online أو chatting online أي حاجة can be with a great benefit if it's used to exchange useful information and help others to succeed in their lives or even share with others about their feelings تمام يا جماعة أنا عارف من الخط الزفت خالص عارفين السبب مبارح لما أنا كنت بكتب كنا متأخر جدا فأنا جدت عايز أخلص الحلقة دي عشان أدخل أعمل الحلقة التانية فوالله عشان أنا أكتبها تاني فلوكس سيل تكتبها تاني بقى عشان أعمل لكم الحلقة الجاية بتاعة unit 6 فعزلوني يا جماعة الخط أنا بدينا بكرأ معاكم بس فاللي عايز أي حاجة برضو يكتب لي في الكومنت number 2 لابد من ركابة الأباء على استغدام أبناءهم لمواقع التواصل الاجتماعية فهناك بعض المواقع الهدامة التي تدمر أفكار الشباب وتدفعهم لتبني أفكارهم متطرفة مما يمثل خطر على المجتمع ككل يا جماعة يا جماعة يا جماعة حفظوا الكلمات اللي تحت دي قبل ما تشتغلوا معي يعني وقف الفيديو حفظوا الكلمات ده وتعلي اشتغل معي هنا عشان أنت بترجم تكون عارف أنت بتقول لي ما تحسش أنك فاشل تمام لابد من ركابة الأباء تمام مين هنا الفاعل هنا parents must must miniature their children ان هما يرقبوا أبناءهم على ايه بقى use of social media لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعية فهناك there are بعد المواقع الهدامة there are some destructive مواقع عن ويب سايت أو خليها سايت بس يا عام التي تدمر أفكار الشباب which destroy sought use أو ides of use أو use ides تمام بس نتنشأ بصرف اس وتدفعهم لتبني أفكار مطرفة and push them ركزلي ركزلي في الحتة دي جدا يا معل بص هنا كده دهو حطلك التشكيل الحتة ده بتوقع بتوقع عن ناس كتير لتبني لتبني مش لتبني متحدش قولي build لتبني adopt adopt اللي ينور عليك انت اللي حفصت كلمات تحت انت اللي هتعرفهم لتبني يعني adopt طيب بتتقالي ازاي دي يا مستر and motivate them motivate يعني تدفعهم أو push them تنفع to adopt extreme ideas ان هما يبنوا اطراف افكار متطرفة أو extreme thoughts أو مما يمثل بص هنا كده يمثل محدش يقولي دي ممثل لا يمثل represent represent يعني يمثل خطر بص must miniature يعني لازم ان هما يرقبوا their children use of social media there are some destructive sites which destroy young people's thoughts أو thoughts of young people and motivate them to adopt ان هما يتبنوا extreme ideas افكار متطرفة which represent مما بتمثل dangerous in society as a whole يعني كالمجتمع ككل على المجتمع كيقول number three وسائل التواصل الاجتماعية لها كثير من الاجابيات كما ان لها بعض السلبيات يعني اليها advantage and disadvantage تمام فعلى اللي شاف الparagraph او اللي شاف الاسي هيعرف الكلام ده وعمل نأسي جميل جدا يا جماعة والله تحفى فعلى كل فرض ان يستفيد من كل ما هو اجابي وان يتحاشى كل الاشياء السلبية التي تؤذيه عقليا او صحية تعالي ازاي دي وسائل التواصل الاجتماعي لها social media تمام لها كثير من الاجابيات has طيب هنا لي استخدمنا هاز مسخدمنا هاز وسائل التواصل الاجتماعي لا تعد في طعام المعاملة المفرد فهنقول social media has many advantage and كما ان لها فهنقول social media has many advantage and they has many disadvantages تمام so everyone ممكن نقول must or should or to be benefit from all positive and avoid وانه يتقر نقول negative كل السلبية since that harm here اللي بتأذيه mentally and healthy يعني عقليا وصحيا mentally and healthy تمام mentally and healthy healthy mentally healthy ok دي محتاجين نحفظ نيجي لنبر 4 بيقول لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يفيد الفرض والمجتمع اما استخدامها فقط قوسية للطرفية واضاعة الوقت فيعتبر امرا سلبيا يؤدي لقتل الرغبطين في العمل والانجل قلت انه كل مرة هديكم جملة تمام الجملة دي هديها لكم بس هدي لكم الايه هديها لكم يعني هقولوكم معاني الصعبة اللي فيها بده من استخدام use technology modern technology بشكل يفيد الفرض يعني هتقول benefit individual and المجتمع society تمام استخدامها كوسائل الترفية يعني الترفية يعني entertainment عشان دي كلمة صعور ادعط الوقت زي ما انتعارفينها waste time امر سلبي يقدل قطل الرغبة يعني called desire فيها العمل والانجاز العمل انتعارفينها work الانجاز achievement انا عايز بقى الجملة هتكونها لي انا واشي اديت لك كلمات يا عم يكونها لي في comment لو تكرمت يعني بس ده الوجب بتاعكم وان شاء الله هقول اول عشر اسماء هيجاوبوا اشتر عشر جديدة ان شاء الله يكونوا بخير